أثامنا صباحاً موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا الشارف تفضل يا دينا شكراً لك جومانا الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنصيق المنتظم بين الجانبين حيث تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في سياق متابعة نتائج المباحثات الأخيرة التي تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لباريس فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تغليب بلغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مؤكداً دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وأوضح المتحدث بأن الرئيس السيسي أكد استعداد مصر لدعم هذا المصاري الدبلوماسي للأزمة من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد للأطراف بدأ التونسيون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد وبحسب هيئة الانتخابات المكلفة بتنظيم الاستفتاء سيكون أكثر من 11 ألفاً مركز اقتراع مفتوحاً أمام المواطنين مشيرة إلى أن كافة الأمور اللوجستية جاهزة لإجراء الاستفتاء وسط إجراءات أمنية مشددة أعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير أن العملية العسكرية التي يقوم بها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ضد أوكرانيا هي حرب ضد وحدة أوروبا وأكد شتاين ماير في خطاب بمدينة بادر بورن غرب البلاد ضرورة عدم انقسام وعدم جعل العمل الكبير الذي تم بدءه بطريقة واعدة من أجل أوروبا موحدة يتعرض للتدمير وأضاف شتاين ماير أن العملية للروسية تمثل أسس المشتركة لقيم الاتحاد الأوروبي ونظامه السلمي أعلنت أجهزة الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة امتداد حرقابات ضخم اندلع في كاليفورنيا وأتى على ألف الهكترات من الأراضي وأشار تقرير إدارة الغابات والحماية من الحرق في كاليفورنيا إن شدة الجفاف فقمت الأوضاع كما اقتدى تنفيذ عمليات إجلاء في خضم موجة الحر الشديدة التي تكتاح الولايات المتحدة ويعمل أكثر من ألفين عنصر إطفاء بمؤازرة 17 مروحية على مكافحة حريق كاليفورنيا أعلنت خدمات الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن أنه تم حجد عناصر الإطفاء لإخماد أربعة حراء غابات في لندن ومحيطها حيث نشبت بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياحة وأوضح قسم الإطفاء في لندن أن عناصر الإطفاء نفذت عددا من التدخلات أكبر من المعتاد خلال الساعات الماضية وذلك لمنع امتداد تلك الحرائق مشيرا إلى أن الحريق أتى على أكثر من 25 هكتارا بالعاصمة انتهى مجد الثامنة فاصل لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر